الآية التاسعة بعد العاشرة وما بعدها من الآيات من سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان من الذي مرجهما سبحانه وتعالى البحرين هنا مفعول به ومرج فعل والفاعل هو الله مرج البحرين يلتقيان يعني أجراهما هذا المعنى إذا بحثنا عن جذوره في اللغة فإن العربة تقول من أن الراعي مرج أغنامه ما المراد أن الراعي مرج أغنامه أن الراعي أخذ أغنامه إلى المروج إلى المراعي وأطلقها على رسلها على راحتها أطلقها تأكل بحسب ما تريد فلأنه أعطاها الحرية والراحة وأطلقها فكأنها صارت جزءا من هذه المروج فيقولون مرج الراعي أغنامه فحينما تطلق البحار وتجري في مجراها كما تريد فإن الذي أطلقها قد مرجها مرج البحرين فإن الله هو الذي أجراهما أطلقهما ورحا يتحركان كما يريدان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 89 الحديث السادس والتسعون بسنده حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال سمعت سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه يحيى ابن سعيد القطان يقول سمعت أبا عبد الله يقول في قوله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال علي وفاطمة بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه لا يبغي أحدهما على صاحبه يعني لا يزيد أحدهما على صاحبه فعلي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي والأحاديث واضحة لو لا علي فإن فاطمة لا كفء لها عن أية كفاءة يكون الحديث هنا إنها الإمامة لأنها العنوان الأول العنوان الأبرس ففاطمة إمام وعلي إمام لكن علي إمام ناطق وفاطمة إمام صامت فله الإمامة عليها حين نتحدث عن إمام ناطق وعن إمام صامت لا يعني أن هذا الإمام سيبقى صامت إلى الأبد ناطقية الإمام وصامتية الإمام محكومة بالظروف الموضوعية فحيث فحيث أن الحسن كان إماما من الجهة التأريخية ومن جهة الظروف الموضوعية قبل الحسين فسيكون الحسين إماما صامتا ما دام ما دام الحسن إماما ناطقا أي إماما فعليا فإذا ما استشهد إمامنا الحسن ورحل عن هذه الدنيا فإن الحسين سيكون إماما ناطقا والسجاد سيكون إماما صامتا علي نفسه كان إماما صامتا زمن رسول الله فاطمة إمام صامت وعلي إمام ناطق والإمام الناطق يكون إماما للإمام الصامت تلك حكمة النظام وتلك دقة التدبير هكذا أراد الله وهكذا أراد محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال علي وفاطمة بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه لا يبغي إما من الظلم فلا يبغي أحدهما على صاحبه لأنهما معصومان أو من البغي الذي قد يأتي بمعنى الزيادة فيكون للزيادة معنى يعبر عنه بالباغ علي وفاطمة بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين علي وفاطمة بحران من العلم عميقان تلك هي الكفاءة علي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي وما الكفاءة هنا إلا الإمامة هذا شيء طبيعي ومنطقي حين نتحدث فنقول من أن فلان ما هو بكفء لفلان لماذا لأن فلانة حاصلة على شهادة الدكتورة وهذا هو أوضح وصف فيها بينما فلان إما أن يكون قد أكمل الابتدائية فقط أو أنه رجل أمي ولو كان من أبناء عمها ومن أسرتها ولو كان ثريا لكنها من حقها أن تقول من أنه ليس كفء لي لأن أبرز صفة فيها هي الشهادة العلمية العالية وهو لا يملك تلك الشهادة فحينما أقول علي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي العنوان الأبرز بين الناس لعلي الإمامة ففاطمة تكون كفء لعلي في أي شيء في الإمامة وقد يقول قائل إن الكفاءة في شيء آخر لكن الأحاديث التي تقول لولا علي لم يكن لفاطمة كفء من آدم فما دون ما هو هذا الذي تميز به علي حتى يكون مكافئا للذي تميزت به فاطمة فعلي هو خير البشر ومن أبى فقد كفر وحين نتحدث عن علي إننا نتحدث عن علي بعد محمد صلى الله عليهما وآلهما أو أن علي هو محمد ومحمد هو علي هذه بديهيات واضحة لا أعتقد أني بحاجة إلى ذكرها وبحاجة إلى تكرارها والتركيز عليها لكنني أشرت إليها إشارة مختضبة خوفا من تقطيع كلامي وتحريفه وإن كنت لا أخاف كثيرا من هذه القضية فقد فعلوها معي كثيرا لكن إذا سنح المجال لدفع غائلة هؤلاء الأشقياء فلا بأس بدفعها في جملة أو جملتين فالكفاءة في علي على جميع البشر هي منزلته هي إمامته الكبرى والأمر هو هو في فاطمة أنا لا أتحدث عن إمامة للحكم بين الناس هذا شأن عارض هذه شؤنات الإمامة الصغرى من ثبتت له الإمامة الكبرى ثبتت له الإمامة الصغرى فالكفاءة هنا بين علي وفاطمة هي الإمامة فعلي كفء لفاطمة يا كفو بنت محمد لولاك ما زفت ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب من أول الدهر إلى آخره يا كفو بنت محمد لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب علي وفاطمة بحران من العلم عميقان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربي أكذب فبأي آلاء ربكما تكذبان الخطاب بحسب السياق اللفظي للجن والإنس يا معشر الجن والإنس فإن الخطاب للجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان التثنية هنا لمجموعة الجن ولمجموعة الإنس هناك آفاق أخرى وردت في الروايات على سبيل المثال الخطاب للأول والثاني وهي رمزية واضحة لا أريد أن أخوض فيها كثيرا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان في الروايات عنهم في تفسير قرآنهم البرزخ هو رسول الله صلى الله عليه وآله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يستحب في أحاديثنا إذا ما قرأت سورة الرحمن أن يقول القارئ بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربي أكذب فآلاء ربي آيات ربي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آيات ربكما تكذبان آلاء ربي محمد وآل محمد وفضلهما ولطفهما علي وعليكم فلذا أقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب فالآلاء هي الآيات وهي الأسماء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في وجه من وجوه الآية لفظة لفظة إلى هنا هي مفردة من هذا الجمع آلاء فآلاء ما هو مفردها مفردها إلى فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني آية ربها ناظرة فإلى هي مفرد من آلاء في وجه من الوجوه لا أريد أن أطيل الكلام في هذه التفاصيل لكن الحديث جر الحديث فقلت ذلك للمنفعة والفائتة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربي أكذب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين بحسب أحاديث تفسير قرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعلي وفاطمة بحراني من العلم عميقان وتلك هي الكفاءة وتلك هي الإمامة وذلك دين القيمة وفاطمة هي القيمة على ديننا وعلينا نحن إن كنا من أهل دينها ترجمة نانسي قنقر